بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح زي التعليم وان شاء الله معنا فيديو آآ جديد النهاردة بتكلم او آآ بناء على احد التعليقات التي وردت من احد المتابعين للقناة وهو تكملة آآ دروس الربح من وكيفية الترويج لمنتجات هذا الكورس الذي شرحناه آآ بناء او آآ كان تحت آآ عنوان كيفية الترويج انلاين وشرحنا منه عدة موضوعات منها كيفية الترويج انلاين عن طريق المدونات وكتابة المقالات وكيف تحصل على مقالات حصرية بطريقة سهلة سواء آآ وخاصة المقالات باللغة الانجليزية وكيفية الترويج عن طريق تويتر وكتابة التويتات وازاي بتصل الى آآ الشخص او الجمهور المستهدف وشرحنا ازاي ايضا آآ الترويج عن طريق الفيسبوك وشرحنا ايضا ترويج عن طريق منتجات كليك بانك او كيفية الترويج لمنتجات كليك بانك آآ ماركتينج اونلاين على الفيسبوك وعرفنا ازاي بنعمل صفحة هبوط بسهولة ومجانين كلام ده كله او الكورس ده انا هسيب آآ لينك الكورس اسفل في الدسكريبشن فالنهاردة احد التعليقات بيطلب تكملة آآ دروس ربح من كليك بانك والنهاردة هنقول طريقة آآ سهلة جدا وهي ازاي تعمل فيديوهات تخدم الترويج لمنتجات كليك بانك هذه الفيديوهات لن تفعل فيها شيء غير انك هتعمل آآ فيديوهات او هتعمل منتج لبعض مقاطع الفيديوهات باحد برامج المنتج بسهولة جدا آآ حتى لو لم تجيد آآ عمل فيديوهات فانت هتاخد فيديوهات ليس على حقوق آآ نشر وهتنشئ قناة بالتأكيد هذه القناة آآ لن تكون آآ مشتركة مع في الارباح آآ حتى آآ لا تتعرض للاغلاق وتخصصها لفيديوهات الترويج لمنتجات كل الكلام ده هنشوفه بالتفصيل فابقوا معنا حتى النهاية لترى هذه الامور بسهولة ويسر جدا في في البداية اذا كنت اول مرة تشاهد القناة تشرفنا بالاشتراك تقطع على سبسكرايب وتفعيل زر الجرس حتى يصلك الجديد لو فرضنا ان انا آآ بروج لمنتجات كيليك بانك هذا المنتج عن انقاص الوزن مثلا على سبيل المثال فهنكتب في الترجمة بتها جوجل افضل عشر طرق لانقاص الوزن تطبعا على سبيل المثال او هنقول افضل عشر طرق لحرق الدهول مثلا هطلع لنا الكلام ده في الترجمة هناخد الكلام ده هوت كوبك كده وبعدين هنروح على موقع اليوتيوب وهندور على فيديوهات بتتكلم عن الكلام ده خدنا الكلام ده المترجم طوب عشرة وايز طرق طولوز وايت وهنعمل عملية بحس هنعمل عملية بحس في على اليوتيوب للفيديوهات اللي بتتكلم عن الموضوع ده عشان ناخد منه بعض الفيديوهات اللي هنقدر آآ ناخد منها مقاطع ونجمعها وبعدين نعمل منها فيديو طيب جلنا مجموعة من الفيديوهات زي ما انت شايف هنجي على الفيديوهات اللي من غير حقوق طبع ونشر وليب نوصل لها عن طريق الفيلتر اللي هو موجود على الشمال ده وهنضغط على السهم الزغير ونختار كرييتف كومينس لما بتضغط على كرييتف كومينس يعني بيجيب لك الفيديوهات اللي هي آآ يسمح باعادة آآ النشر بتاعي وبعدين هتختار مقطعين او تلاتة او اربع فيديوهات من هذه الفيديوهات آآ واحدة موضوعها واحد يعني تلات اربع فيديوهات موضوعهم واحد فلو خدنا هذا الفيديو آآ مدته مسلا تلاتتاشر تشوف تفتح الفيديو تشوفه آآ ازا كان مناسب او لا تشوف هذا الفيديو ايضا ازا كان مناسب او لا وبعدين هتختار جزء من كل فيديو هتحمل هذا الفيديو وهتصوره وهتقطعه على برنامج لعمل المونتاج فهناخد مثلا هذا الفيديو هنفتحه في صفحة جديدة وازاي هتقدر تحمل هذا الفيديو آآ اما عن طريق برنامج او بطريقة سهلة جدا. اذا الفيديو قدامك ممكن ايضا تتفرج على الفيديو وتشوف الفيديو بيتكلم عن ايه? فواحد هيسأل طيب الفيديو باللغة الانجليزية انا هاعرف ازاي? ازاي? آآ اعرف ترجمة الفيديو ده هيبقى ازاي? الطريقة سهلة جدا وبسيطة. وكل ما عليك علشان تترجم معظم فيديوهات اليوتيوب تسعة وتسعين في المية. وانا شرحت الكلام ده عليك هنا. انك بتضغط على سيتنج اللي هو الترس ده كده. على سيتنج وبعدين هنا بتضغط على سي سي دي. كويس? وبتضغط على اوتو جينيريت انجليش. تضغط عليها. لحد ما اتفعلك خاصية. اضغط عليها تاني. اتفعلك خاصية اوتو ترانسليت. وقت ما اتفعلت تضغط على اوتو ترانسليت. وبعدين هتختار اللغة اللي انت عايزة. ادي اللغة العربية. بمجرد ان انت بتضغط على اللغة العربية. هتلاقى الفيديو معاك بدأ يترجم. وبكده معلومة على الماشي تترجم اي فيديو بطريقة سهلة وبسيطة جدا. نرجع لموضوعنا. خلاص انا شفت الفيديو وبيتكلم عن الموضوع اللي بيخدم المنتج بتاع اللي انا براوج له. هبدأ احمل هذا الفيديو. طيب هحمل هذا الفيديو ازاي? بطريقتين. لو عندك الفيديو بتحمله بتاخد اللينك بتاع الفيديو. وبتحطه في برنامج دا. وبعدين بتحمل الفيديو. عادي جدا. ما فيش مشكلة. طيب لو انت عندك هنا. تعال كده نطلع فوق كده. ما عندكش دا. او ما هوش راضي يحمل بيه دا. تعمل ايه? كل اللي انت هتعمله لاحز كده. في عندك فوق كده. اه بعد الاتش تي تي بي اس وبعدين النقطتين وبعدين الاتنين سلاج ميلين. وبعدين يوتيوب وبعدين اسم ايه او اللينك بتاع الفيديو. هتجي هنا هتاخد النقطة بتاعة النقطة بتاعة الدوت دي. من اول وتاخد معهم النقطة اللي قبل كلمة يوتيوب. تاخد معهم النقطة دي. اللي قبل كلمة ايه? يوتيوب. وبعدين بسهولة جدا هتروح ضغط على او هتكتب اس اس. بيظهر لك لينك تحت كده اخضر هتضغط عليه. هيطلع لفوق. هيحولك لموقع. كويس? هتبدأ او هتقدر منه تحمل الفيديو بسهولة. هو هيتحول دلوقتي للموقع. اه ده الموقع اللي جالك. واده الفيديو اهو. ده لينك الفيديو. واده الفيديو قدامك اهو. اهو اده الفيديو بتاعنا اهو. عايز تحمله هتضغط على كلمة طب عايز تحمله بصيغة ايه? بيدي لك كماني الموقع ده اكتر من صيغة. ام بي فور ام بي فور دابلو اي بي ام وام بي فور بي آآ او امتدادات مختلفة وبصيغة مختلفة. كل اللي انت عليك بتضغط على download فبيبدأ الفيديو يتحمل بسهولة. بيبدأ الفيديو يتحمل بسهولة. بعد كده خلاص حملنا الفيديو. هتحمل طبعا انت اكتر من فيديو. يبقى آآ هتحطهم في ملاف. بعد كده قدامك آآ ان انا اعمل فيديو من هذه الفيديوهات. الامر بسيط جدا. فانا خد الفيديو ده الفيديو اللي احنا حملناه مثلا هذا الفيديو. وخدت كمان معي الفيديو ده هوت. وبعدين خدت كمان مسلا معي الفيديو ده. وعايز اعمل فيديو مدوته لا تزيد عن عشر دقيق او اتناشر دقيقة او زي ما تحب. بتروح خدت الفيديو ده فبتروح على برنامج زي برنامج هتطلب بعد كده الفيديو احنا عندنا آآ اي فيديو جايبينه كده. وهقول لك ازاي هتعمل الفيديو. ادى اوبن. هتفتح الفلدرات اللي عندك. وهتختار الفيديو. ادى الفيديو بتاعنا مسلا. اهو فيديو بسيط. بيتحمل الفيديو عندك. ادى الفيديو. هو فيديو عن طريقة الاشتراك. فيديو غير يعني ليس خاص بالموضوع ولكن انا بقى اشرح لك عليه مجرد شرح. بتبدأ تنزل الفيديو ده هنا. كده. تسحبه تنزله هنا. الفيديو خدت المساحة دي ونزل تماما. بعد كده بتضغط على اوبن عشان تجيب صور. وده اسهل طريقة انك بتجيب مجموعة من الصور. طبعا بتجيب مجموعة من الصور. اه ده الصور. بتشغل قادي الصورة اهي. بتشغل الفيديو. كويس. الفيديو بيبدأ يشتغل معك. كويس. اه ده الفيديو اهو. ما بيبدأ يشتغل معك. اهو. بتيجي هنا. عايز تدخل بقى مجموعة الصور اللي انت عايزها في الفيديو. فبتمشي الساهم ده كده. وبتوقفوا هنا وبتروح تجيب الصور بتاعتك اللي احنا ايه? او اللي انت همحضرها زي الصورة دي كده. وبتروح جاي ساحب الصورة ايه الصورة دي سحبها كده. ومنزلها هنا. كده اصبح الفيديو اصبح الفيديو هنا تعني شغل من الاول كده. معك ماشي. مش عارف هو بيهنج واللي ايه? اه ده الفيديو معك بيمشي. خلص الفيديو. اهدوا من الاول. المهم ان هو الفيديو بيجي وبيدخل معها الصور فاصبح الفيديو هنا. انت غيرت من شكله بانك دخلت مجموعة من الفيديوهات مع اه الصور. واصبح فيديو ايه اخر. بعد كده بتتم اه بتضغط على فايل. وبتعمل اه اكسي بورت في اه اكسي بورت فيديو هتو بديو تتفاعل معك لما اه بتحط اه سيريال نمر بتاع البرنامج. بكده انت بتحصل على اه مجموعة اه فيديوهات ومجموعة صور. بتدخل اتنين مع بعض. كويس? وبتقدر اه تكون فيديو للترويج لمنتجات كليك بانك. طيب هتتروج ازاي? هتيجي في بتاع الفيديو بتاعك. وتحط اللينك بتاع الترويج لمنتجات كليك بانك. وبكده اه لو فيديو معك صدف وجاب مشاهدات عالية فانت اكيد بتحقق مبيعات. وتستمر على هذا الحال. وتصبر حتى اه القناة بتاعك يبقى فيها اه مجموعة من الفيديوهات. وفيديوهات متنوعة. وان شاء الله بتحقق مبيعات معك لك بانك. ولكن اه مطلوب التركيز والاستمرار. بكده انت تعلمت او احنا تعلمنا ازاي تجيب تصنع فيديو? ازاي تحمل الفيديو بسهولة? ازاي تترجم فيديو وتعرف بيتكلم عن ايه? وازاي تجمعه? طبعا التجميع مشارط يكون ببرنامج فيديو ممكن اي برنامج اخر لعمل المونتاج. حتى ممكن على برنامج اللي هو موجود على مجموعة اه ممكن تستخدمه. بكده نكون انتهينا من آآ شرح هذا الموضوع. وآآ وفيت بوعد بانني اكمل آآ كورس الترويج اونلاين لمنتجات وان شاء الله في فيديوهات اخرى او طرق اخرى للترويج لمنتجات آآ كيليك بانك. في النهاية بتمنى ان اكون وصلت لك معلومة ولو بسيطة. لا تبخل علينا بلايك. عمل شير ولا تنسى الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.